المقامة السادسة والعشرون المقامة الرقطاء حدث الحارث بن همام قال حللت سوقي الأهواز لابسا حلة الإعواز فلبثت فيها مدة أكابد شدة وأزج أياما مسودة إلى أن رأيت تمادي المقامة من عوادي الانتقام فرمقتها بعين القالي وفرقتها مفارقة الطلل البالي فضعنت عن وشلها كميش الإزار راكضا إلى المياه الغزار حتى إذا سرت منها مرحلتين وبعدت سورى ليلتين تراءت لي خيمة مضروبة ونار مشبوبة فقلت آتيها لعلي أنقع صدى أو أجد على النار هدى فلما انتهيت إلى ظل الخيمة رأيت غلمة روقة وشارة مرموقة وشيخا عليه بزة سنية ولديه فاكهة جنية فحييته ثم تحاميته فضحك إلي وأحسن الرد علي وقال ألا تجلس إلى من تروق فاكهته وتشوق مفاكهته فجلست لاغتنام محاضرته لا لالتهام ما بحضرته فحين سفر عن آدابه وكشر عن أنيابه عرفت أنه أبو زيد بحسن ملحه وقبح قلحه فتعرفنا حينئذ وحفت بي فرحتان ساعةئذ ولم أدري بأيهما أنا أضفى فرحا وأوفى مرحا أبإسفاره من دجنة أسفاره أم بخصبر حاله بعد إمحاله وتاقت نفسي إلى أن أفضخت مسره وأبطن داعية يسره فقلت له من أين إيابك وإلى أين انسيابك وبما امتلأت عيابك فقال أما المقدم فمنطوس وأما المقصد فإلى السوس وأما الجدة التي أصبتها فمن رسالة اقتضبتها فسألته أن يفرشني دخلته ويسرد علي رسالته فقال دون مرامك حرب البسوس أو تصحبني إلى السوس فصحبته إليها قهر وعكفت عليه بها شهر وهو يعلني كاسات التعليل ويجرني أعنة التأميل حتى إذا حرج صدري وعيل صبري قلت له إنه لم يبقى لك علّة ولا لي في المقام تعلّة وفي غد أسجر غراب البين وأرحل عنك بخفي حنين فقال حاش لله أن أخلفك أو أخالفك وما أرجعت أن أحدثك إلا لي أذبثك وإذا كنت قد استربت بعيدتي وأغراك ظن السوء بمباعدتي فأصخ لقصص سيرة الممتدة وأضفها إلى أخبار الفرج بعد الشدة فقلت له هاتف ما أطول طي لك وأهوى لحي لك فقال اعلم أن الدهر العبوس ألقاني إلى طوس وأنا يومئذ فقير وقير لا فتيل لي ولا نقير فألجاني صفار اليدين إلى التطوق بالدين فادنت لسوء الاتفاق ممن هو عسر الأخلاق وتوهمت تسني النفاق فتوسعت في الإنفاق فما أفقت حتى بهضني دين لزمني حقه ولا زمني مستحقه فحرت في أمري وأطلعت غريمي على عسري فلم يصدق إملاقي ولا نزع عن إرهاقي بل جد في التقاضي ولج في اقتيادي إلى القاضي وكلما خضعت له في الكلام واستنزلت منه رفق الكرام ورغبته في أن ينظر لي بمياسرة أو ينظرني إلى ميسرة قال لا تطمع في الإنظار واحتجان النظار فوحقك ما ترى مسالك الخلاص أو تريني سبائك الخلاص فلما رأيت احتداد لدده وأن لا مناص لي من يده شاغبته ثم واثبته ليرافعني إلى والي الجرائم لا إلى الحاكم في المظالم لما كان بلغني من إفضال الوالي وفضله وتشدد القاضي وبخله فلما حضرنا باب أمير طوس آنست أن لا بأس ولا بوس فاستدعيت دواتا وبيضاء وأنشأت رسالة رقطاء وهي أخلاق سيدنا تحب وبعقوته يلب وقربه تحف ونيئه تلف وخلته نسب وقطيعته نصب وغربه ذلق وشهبه تأتلق وظلفه زان وقويم نهجه بان وذهنه قلب وجرب ونعته شرق وغرب سيد قلب سبوق مبر فطن مغرب عزوف عيوف مخلف متلف أغر فريد نابه فاضل ذكي أنوف مفلق إن أبان طب إذا ناب هيج مفلق إن أبان طب إذا ناب هياج وجل خطب مخوف مناظم شرفه تأتلف وشؤبوب حبائه يكف ونائل يديه فاض وشح قلبه غاض وخلف سخائه يحتلب وذهب عيابه يحترب من لف لفه فلج وغلب وتاجر بابه جلب وخلب كف عن هضم بري وبرئ من دنس غوي وقرن ليانه بعز ونكب عن مذهب كز ليس بوثاب عند نهزة شر بل يعفع فتبر فلذا يحب ويستحق عفافه شغبا به فلبابه خلاب أخلاقه غر ترف وقوفه فوق إذا ناضلته خلاب سجح يهش وذو تلاف إنهف خل فليس بحقه يرتاب لا باخل بل باذل خرق إذا يعتر برز لا يليه باب إن عض أزل فل غرب عضاضه بمنا به فانحت منه باب جدير بمن لب وفطن وقرب وشطن إن أذعن لقريع زمن وجابر زمن مضرض عثدي لبانه خص بإفاظة تهتانه نعش وفرج وظافر فأبهج ونافر فأزعج وفاء بحق أبلج أتعب من سيلي وقرض إذ هز وبلي وتوج صفاته بحب عفاته فلا خل ذا بهجة يمتد ظل خصبه فإنه بر بمن آنس ضوء شهبه زان مزايا ظرفه بلبس خوف ربه فليهن سيدنا فوزه بمفاخر أثلت وجلت وفوته بصنائع تمت ونمت ويلام قرب حضرته غوث رقه بحظ من حضوته فإنه تليد ندب وشريد جدب وجريح نوب أثرت وناظم قلائد تسيرت إذا جاش لخطبة فلا يوجد قائل ثم قش ثم باقل فإن حبر قلت حبير نمنمت وخلت رياضا قد نمت هذا ثم شربه برد وقوته قرد وفلقه غسق وجلبابه خلق وقد قلق لتوغل غريم غاشم يستحثه بحق لازم فإن من سيدنا بكفه بهبات كفه توشح بمجد فاق وباء بأجر فكي من وثاق لاخلت سجايا خلقه ترفد شائم برقه بمن رب أزلي حي أبدي قال فلما استشف الأمير لآليها ولمح السر المودع فيها أوعز في الحال بقضاء ديني وفصل بين خصمي وبيني ثم استخلصني لمكاثرته واختصني بأثرته فلبثت بضع سنين أنعم في ضيافته وأرتع في لي فرافته حتى إذا غمرتني مواهبه وأطال ذيلي ذهبه تلطفت في الارتحال على ما ترى من حسن الحال قال فقلت له شكرا لمن أتاح لك لقيان السمح الكريم وأنقذك به من ضغطة الغريم فقال الحمد لله على سعادة الجد والخلوص من الخصم الألد ثم قال أيما أحب إليك أن أحذيك من العطاء أم أتحفك بالرسالة الرقطاء فقلت إملاء الرسالة أحب إلي فقال وهو وحقك أخف علي فإن نحلة ما يلج في الآذان أهون من نحلة ما يخرج من الأردان ثم كأنه أنف واستحيا فجمع لي بين الرسالة والحذية ففست منه بسهمين وفصلت عنه بغنمين وأبت إلى وطني قرير العين بما حست من الرسالة والعين وحقك أخف بالرسالة 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 والعين